ما كانش فيه بيت في مصر غير وفيه متطوع ما كانش فيه بيت في مصر غير فيه ظابط على الحدود وبيحارب كل المصريين كانت ايد واحدة وفعلا زي ما حداك قلتوا استه السامح ان كان كل طواقف المجتمع متعلم مش متعلم كبير صغير طفله كله عايز يقف على الجبهة وكله عايز يروح يحارب وكله عايز يدافع عن بلده فكانت فعلا فيه حالة من الانتماء الجميل الغريب يعني اللي هو عمرك متتوقع زي ما قلنا نسبة الجريمة كانت زيره وقت الحرب مفيش حد بيفكر في اي حاجة غير ان البلده دي مفيش عدو هيدخلها احنا يقولك كان موتنا ولا ان حد يدخل بلدنا يعني احنا وقفين كلنا كده لازم تدوسوا علينا الاول يعني بالضبط وعارفة حضرتك كمان لما حاولنا ان احنا نلاقي بقى جرائم في الفترة دي حتى ولو بسيطة اكتشفنا انه التاريخ تاريخ الشعب المصري على مر العصور انه بمجرد ما بيحس ان البلد محتاجة منه وقفة الحقيقة انه عمره ما حصل عكس كده يعني هو ده المعتاد فعلا من الشعب المصري على مر العصور فاي ازمة من يعني اي ازمة مرت عليه عمل كده فده يعني حاجة تاريخية موجودة جوه السلوك او جوه المواطن المصري ودي حقيقة يعني دايما يقول لك المواطن المصري دايما يقول لك المصري ما بيبانش غير فوقت الشد يعني هزر يضحك صاحب نكتة دمه خفيف روحه حلوة الجدعانة والشهامة المصرية لكن برضو وقت الجد بتلاقيه واحد تاني خالص اللي هو انا اموت في سبيل بلد وميحس انه هيساهم في ضرر بلده ولا حد يقدر يجي جنب امه ولا اخته ولا عرضه ولا بيته ولا بلده يعني كل دي في ايد وعا هو مستعد ديامل اي حاجة لكن ما تجيش على بلدي صح بشكرك جدا استسامح سند نورتنا شكرا يا فاند